اشتركوا في القناة لم تتأثر ولا زالت تحافظ على تمركزاتها بالكامل ونقلت وكالة بشرة الإخبارية استنكار السراية لاستهداف حفتر المنشآت النفطية ومحاولة تدميرها وتجديد تأكيدها ملاحقة ميليشيات الكرامة وصفة نياهم بالمجموعة الخارجة عن القانون أذى وأكدت وكالة بشرة الإخبارية إصابة أحد أطفال منطقة النوفلية اترى قصف طيران ميليشيات مجرم الحرب حفتر للمنطقة عشوائيا الذراع الإعلامي لسراية دفاع عن بنغازي أوضح أن قصف طيران الميغ التابع لحفتر رد إلى إصابة أحد المنازل وبعض المزارع بمنطقة النوفلية إضافة إلى ميناء السدرة النفطية من جانبه استنكر حرس المنشآت النفطية الغارات الجوية بالقرب من خزانات السدرة مما أسفر عن مقتر أحد أفراد كتيبة الإسناد المكلفة بتأمين حضيرة الخزانات وأضران مادية بالحضيرة الحرس في بيان الله نشد كل الأطراف أن تحمي المدنيين بمدن الهلال النفطي وأعرب عن قلقه حيال سلامتهم وطالب الحرس في البيان بوقف التصعيد العسكري بالهلال النفطي وحضر تحليق الطائرات فوق الموانئ والمنشآت النفطية باعتباره غير قانوني ويجب أن يوقف أفادت مصادر من منطقة راسلانوف تعرض مصنع شركة راسلانوف للنفط والغاز الأثنين إلى أضرار وخسائل مدية جراء سقوط قذائف متفجرة عليه المصادر أشارت إلى أن أضرارا مشابهة لحقت بالبنية التحتية لعدد من المرافق النفطية الأخرى في المنطقة إثر قصف من قبل عصابات الكرامة هذا ولم تعلن الشركة النفطية المحلية بعد عن الأضرار وحجمها وما سيترتب عليها من أثر قال الناطق باسم الهلال الأحمر الليوي فرع جدابيا منصور عاطي أربعين قتيلا وستة وعشرين جريحا سقطوا من قوات مجرم الحرب خليفة حفتر منذ بدي الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي وبيّن عاطيا القتلى وصل إلى مستشفى محمد لمقريف بمدينة جدابيا على مراحل منذ بدي الاشتباكات مع قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وكان مصدر بجهاز حرس المنشآت النفطية قد أفاد بمقتل اثنين من منتسبي الجهاز جراء قصف جوي للطيران التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر مساء الأحد والذي استهدف من أراس لانوف انتهى الموجهزة حفظكم الله اشتركوا في القناة